مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خائر الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خائر الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدما رض الرمين ورامين وشد من سغى بالأحشام وطوى تحت الحجارات كاشن مترخ الأدمين وأرى وداده الجبال الشر من ذهب عن نفسه فأرى ها أيما شمامي وأكدت ذهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصامي وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لو لا هلم تخرج الدنيا من العدامي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجامي نبينا الأمير الله فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحا دعا إلى الله فلمستمسفون به مستمسفون بحبل غير منفصي وقال نبينا في خلق وفي خلق ولم يدالوه في علم ولا كرمي وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من البيامي وواقفونا لا ليه عند حادهم من نقبة العلم أو من شكلة البيامي فهو الذي تم معناه صورته ثم اصطفاه حبيب البار والنسمي مدنسه عن شريك في محاسينه فجوهر الحصم فيه غير منقاسيم نعم الدعاثر النصار في نبيهيمي واحكم بما شئت أمات عن فيه واحدة كيمي وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظامي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بثمي كون سباك قدره آياته وحظم أحيا سلو حين يدرد رسالنا منه كون سباك قدره ما شئت من عظامي وانصب إلى قدره ما شئت من عظامي وانصب إلى قدره ما شئت من عظامي والبرد في غير مرحبين بالشمس تظهر للعينين من قعود صغيرة وتوكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يام تسلوا عنه بالحلوم فنبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خالق الله كله مين وكل آل أدا رسل الكرام بها فإنما أنت صلاة من نوره فيه فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرنا أنوارها للناس في الظلام أكرم بخالق نبيين فانه خلق بالحسن مش تعمل بالبشر متاسمين كالسهر في كراف والبدر في شراف والبحر في كرام والتهر في همام كأنه وهو فرد من جلالاته في عسكر الحين وفي حشام كأنما اللؤلؤ المكنون في صادف من مادنى المنطق منه مبتسمين ما لا طيب يا عديل تربا ضم أعظو ما هو طبال منتشق منه وملتثمين مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خائر الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خائر الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خائر الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خائر الخلق كلهم جاءت لدعواته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا خدم كأنما سطرت سطراً لما كتبت فروعها من بديع الخط باللغم مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خائر الخلق كلهم أقسمت بالقمر المنشاق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي والصدق في الغار والصديق لم يرماها وهم يقولون ما في الغار من فرمي مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم وظن الحمام وظن العنكبود على خير البريات لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنة عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطمي ما زامني تهر ضيماً واستجرت به سبحان الله إلا ونلت جواراً منه لم يضمي دعا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم وللتمست من التعرين من يده إلا استلمت ندى من خير مستلمي لتنكر الوحي من رؤياه إن له قلباً إذا نامت العيناني لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلمي لا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت واصباً باللمس راحته وأطلقت آرباً من ربقات اللمم وأحيت سانة الشهباء دعوته حتى حكات غرة في الأعصر الذهم بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيلاً من اليم أو سيلاً من العرم قولاً يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم قولاً يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم قولاً يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم قولاً يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آيات له ظهرات ظهر نار القرى ليلاً على عالمي فالذر يزداد حسناً وهو منتظم وليس ينقص قدراً غير منتظمي فهذا طول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محداثة قدمة صيفة الموصوف بالقيدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعادي وعن عاد وعن إيرامي كامت لدينا فخاقت كل معجيزتين من النبينا إذ جاءت ولم تدمين محكمات فما تبغين من شوبة لدي شقاق وما تبغين من حادم ما حربت قط إلا عدم حرب عهد الأعادي إليها مرقية السالمين ردت بلاغاتها دعوة معارضها رد الغيور ياد الجانعان الحرمين لها معاني كموج البحر في مادر وفوق جوهاره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصع جائبها ولا تساموا على الإفتار بالسامي قرت بها عين قاريها فقلت له لغا الغفرت بحبل الله فاعتاصمي إن تترها خيفة من حر لار لضاق وتحرى لضاق وردها الشابي لأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصات وقد جاءوا كالحومم وكالصراط وكالميزان معدالة فقست من غيرها في الناس لم يقمين لتعجبا لحسود راح ينكرها تجهلا وهو عين حاذق الفائمين قد تنكر العين ضوء الشمس من رامد وينكر الفام طعم الماء من ساقمين قد تنكر العين ضوء الشمس من رامد وينكر الفام طعم الماء من ساقمين مولا يصلي وسلم دائما أبدا مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خائر الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خائر الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورامي وشد مساقب أحشام وطوى تحت الحجارات كاسا مترخ الأدمي وعلى ودادها من ورامي ودادها ودادها من نفسه فأرى وإنما أشام وابدت نعده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصام وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لو لاه لم تخرج الدنيا من العزام محمد سيد الكونين والساقلين والفريق من عرب ومن عجامي نبينا الأمر الله فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي دعا إلى الله فالمستمسقون به مستمسقون بحبل ويرموا فاصل وقال نبينا في خلق وفي خلق ولم يدالوه في علم ولا كرم ونحنهم يا رسول العالم والتبيس ورخ من البحر الأور اشفع من البيام وواقفونا لديه عند حدي من نقبة العلم أو من شكلة الحكام فهو الذي تم نعنه صورته ثم اصطفاه حبيبا بارم النسام ونسه عن شريك في محاسينه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم نعمت دعاته النصار في نبيه وحكم بما شئت أمات عن فيه واحداتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فلا ليس يرى للقرب والقعد فيه غير منقاسم كالشمس تظهر للعينين من بعود صغيرة وكيف يدرق في الدنيا حقيقته قوم يام تسلوا عنه بالحلوم ما نبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خالق الله كله وكل آل أدا رسل الكرام بها فإنما التصالات من نوره فإنه شمس فاضل هم كواكبها يظهرنا أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي إنسان وخلق بالحسن مشتامل بالبشر متاسم كالزهر في كرافه والبدر في شرافه والبحر في كرامه والدهر في همامي كأنه وهو فارد من جلالاته في عسكر الحينة تأخبه وفي حشامي كأنما اللؤلؤ المكنون في صادف من مع دناء منطق منه ومبتسم لا طيب يا عديل تربا ضم أعظو ما هو طبال منتشق منه ومبتسم رب لا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خائر الخلق كلهمي رب لا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خائر الخلق كلهمي رب لا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خائر الخلق كلهمي رب لا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خائر الخلق كلهمي جاءت لدعواته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا خدم كأنما سطرت سطراً لما كتبت قروعها من بديع الخط باللطم رب لا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خائر الخلق كلهمي أقسمت بالقمر المنشاق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسمي وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي والصدق في الغار والصديق لم يرماها وهم يقولون ما في الغار من خرمي رب لا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خائر الخلق كلهمي وظن الحمام وظن العنكبوت على خير البريات لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنى عن مضاعفة من الدروع وعن حال من الأطم ما سامني تهر ضيماً واستجرت به إلا ونلت جواراً منه لم يضمي لا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الفرق كلهمي وللتمست غنى التعرين من يده إلا استلمت ندى من خير مستلمي لتنكر الوحي من رؤياه إن له قلباً إذا نامت العيناني لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلمي لا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الفرق كلهمي تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهمي كم أبرأت واصباً باللمس راحته وأطلقت آرباً من ربقات اللممي وأحيت سانة الشهباء دعوته حتى حقات غرة في الأعصر الثهمي بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيباً من اليم أو سيلاً من العرمي أولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الفرق كلهم أولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الفرق كلهمي مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الفرق كلهمي مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الفرق كلهمي حبيبك خير الفرق كلهمي تعني ووصمي يا آيات له ظهرات ظهر نار القرى ليلاً على عالمي فالذر يزداد حسناً وهو منتظم وليس ينقص قدراً غير منتظم لما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كارم الأخلاق والشيمي آية حق من الرحمن محداثة قديمة صيفة الموصوف بالقيدم لم تقترن بزمان وهي تخبر ترجمة نانسي قنقر